السلام عليكم معروب بنك سيديو جبت لكم فيديو جديد بدي احكي عن اربعة ولا خمس مشاريع ان اف تيز قادمة الى السوق مشاريع قوية هتكون معظمها بلاي تو اين ومعظمها عن مشاريع جدا اصحابها قوية وممكن تضرب فوق الوان اي ثرت الاف اربع تلاف دولار فالحقوا حالكم تخدوا فيها وايت لست ابل ما ابلش في الفيديو اتمنى تدعموني وصفحتي على اليوتيوب تعملوا شير والرايك والسبسكرايب وتدعموني على تويتر تابعوا التويتر وتابعوا التليجرام وممكن تساعدوا بعض في قناة التليجرام هلا خلينا نبلش في الفيديو قبل ما ابلش احكي عن اول مشروع بتكم تعرفوا انا مش مستشار مالي اي قرار بعطيكم اياه او اي مشروع انتو عارفين المسئوليات وصوق النفتي خطر فبتكم تعملوا دراستكم الكافية على كل مشروع هلا خلينا نبلش في اول مشروع لدينا اول مشروع كولدر كرافت ووركس اللي هو من السايفر كولكشن طبعا المشروع لسه مش دروبت المشروع بدو يخط شوية وقت طبعا اصحاب المشروع ناس جدا معروفين ناس جدا قوايا في عالم القيمين طبعا هيكون مشروع عن لعبة اللعبة مثل اصحاب المشروع هم اللي صمموا العاب الاساسين كريد لعبة مورتو كومبات اللي بيعرفها طبعا المشروع هيكون عن اشكال مثل هذه الاشكال ولسه ما اعلنوا كامل كيف الشكل هيكون طبعا هيكون اشكال 3D يعني كواليتي كما انتم شايفين يعني دقيقة الصور يعني دقة الكواليتي اللي في الصور اشي جدا رهيب يعني هتكون شخصيات مثل هيك فكل واحد هيطلع له شخصية فبتلعب فيها جيمينج والاسلحة وتتطور وتقدر انت تضيف اسلحة من عندك هاي فكرة المشروع فكرة جدا حلوة انه اني بكون عندك شاري صور انفتي بتقدر تركبها على شخصيتك تقدر تحطها على شخصيتك طبعا التيم شغال على اللعبة يعني هتكون اشي جدا خرافي وعندهم الانجاجمت جدا عالي يعني زي ما انتم شايفين في التويتر الانجاجمت يعني مرتفع يعني يعني تنزل تحت تحت زمان صار لهم تقريبا شهرين بعملوا هايب على المشروع يعني صار لهم فترة بعملوا هايب هايب على المشروع في طريقة قوية فعشان يلموا كل الناس فالمشروع لسه لا تم اعلان متى بالضبط سيكون المنت طبعا زي ما انتم شايفين اعطي شوف ستكون شخصيات مختلفة كل واحد اطلاع له شخصيات مختلفة فزي الحقيقة نبين يعني عندهم دعميهم ناز جدا قواية زي بنت بوي بنت بوي هلأ خذنا كنت تلتعلم لكم موقعه ملتك بطبيعين تجدر ترى الموقع من هن تجدر تفوتوا على الروابط التعامل طبعا هذا هو الموقع موقع جداً حلو عاظا عاملين الشخصيات وكتبين اي ما هي الشخصية هاي كل شي وحطون كل الناس التي تحونا التحويل على الانفเซيز الخاصة بالانفتار انظرجهم في الموضوع زي ما انتم شايفين شوف هم يتحدث لك عن المشروع كرافت وورك هم يتحدث لك عن الفيجو والوالت ستكون فكرة جدا جديدة على السوق طبعا اصحاب المشروع ناس خوايا وناس معرفين من هم يعني شوف اللعبة ستكون مثل فورتنايت مثل كالف ديوتي يعني لعبة جدا قوية يكون انت مالك الشخصيات يعني مثلا تطور سلاح وترجع تبيعه وعندكم هون تقدر تشوفوا هم عاملين مع مين انجستستو عملوا انجستستو عملوا ستريتفايتر هم اصحاب ستريتفايتر اصحاب اساسيند كريد اصحاب غوثم باتمان نايتس اصحاب مورال كومباتس يعني هم اصحاب المشاريع هاي كلها هم اللي مصممين العابها يعني هم اللي صمموا الالعاب تحت هاي المشاريع الكبير اللي احنا حاليا منلعبها اساسيند كريد ستريتفايتر لعبة باتمان على البليستيشن لعبة مورال كومبات وعندك الانجستس يعني هم مصممين الالعاب وصحاب المشروع جدا يعني مشروع يكون جدا قوي ولا خلينا نروح على المشروع الثاني المشروع الثاني هو The Bossest NFT المشروع يعني لسه ما اعلنوا على لسه ما اعلنوا على لسه ما اعلنوا على اي اشي يعني هون بيحكو لك لسه ما عملوا لسه ما عملوا لسه ما عملوا اشي حلو تكون بدري في المشروع لسه ما تعمل لهم ونوتيفكيشن طبعا الصور هتكون جدا رائعة مثل هاي الصور مثل ما انتو شايفين يعني صور جدا حلوة الناس كثير عليها هيكون مثل يعني يعني صور ما تعوب عليها جدا يعني اشي اشي حلو حلو مثل هيك الناس كثير حبوا فكرة الصور الناس كثير حبوا الارد يعني الارد ما تعور عليه كمان يعني زي ما انتو شايفين في ايليون جوا لسان طالع براها العيون زي رجل الالي الروبوت فهو مشروع عمل ضجة مشروع حلو تدخل فيه وغير هيك عليها هايب شوف اللايكات عليها هايب كثير قوي ولسه ما طلع لسه ما اعلنوا اشي وعليها هايب قوي منيح تكون بدري في هيك مشاريع عشان تزود من ربحك يعني تاخد لك فرصة تاخد لك ويتلست فرصة تاخد لك ويتلست في هيك مشاريع زي ما انتو شايفين كيف يعني فكرة حلوة كثير انك تاخد ويتلست في هيك مشاريع تكون اول الناس في المشروع طبعا الناس هذا الشخص طبعا الشخص هذا مش معروف مين هو زي ما انتو شايفين يعني شخص عنده متابعين سبعة الاف متابع اظن هذا اول مشروع له ممكن يكون ولا بيكون عنده مشاريع ثانية هي بحكي لك هو سوى هذا المشروع قبل طبعا هذا مش مشروع نفتي شركة عنده شركة خاصة فيه وعندك هذا الشخص هذا الشخص الثاني اللي اسمه جو جو متخصص ويب ثري ديزاينر فان شاء الله يعمله شغل منيح يكون هايب عليه جدا حقيقي وقوي وبس حبيت افتحينكم عليه يعني هي المشروع حيجيب يعني ممكن يوصل اذا عملوها بالطريقة الصحيحة ولا خلينا نروح المشروع الثالث المشروع الثالث هو فانتوم نتوورك مشروع قوي عندهم على التويتر 98 ألف متابع افتكدوا منهم اذا حقيقين او لا طبعا المشروع لسا ما تم طرحوه في السوق ديما انتو شايفين هاي الدعاية تبعتهم يعني هتكون اظن صور مقتبسة من انيمي صور الانيمي طبعا صور الانيمي كثير الى محبوبين في السوق كثير كثير الى محبوبين في السوق Now you see us فالصور ممكن تكون مثل هيك لسه ما اعلنوا على او مثل هيك صورة امامية انتو شوفوا الديزاين انتو شوفوا التفاصيل في السورة شوفوا هذا خفاش ولا بس اللي جنبه ما بتعرف فصور جدا حلوة او مثل هيك ممكن يعملوا ثلاث زينات ثلاث اشكال انه متوزعين باخثر من شكل وهم بحكنوا ليك تسعة وتسعة 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 assumة وتسعةيع testing يعني سيكون فهمنا انه انه عندهم عشر تلاف من التسعة وتسعة وتسع git عندهم عشر تلاف ممكن زي ما انتو شايفين الصور طبع عليها دعنا نفرجكم الموقع تبعهم موقع تبعهم عملينه مثل هاكرز تقوم بعمل فانتوم تقوم بعمل فايلات هنا تقوم بعمل فايل هاد لا فايل فاوند يعني لسه مشروع لسه مختبس جديد ترى الغوست و تخرج لك طبعا انا الموقع تبعهم صراحة ما فهمته لكن موقع لطيف عملينه بطريقة انه هاكر تستطيع تكتب لا اعرف ان تكتب فتتشغل هون بتقرأ الفيجن تبعتهم we are waiting in the shadow in the shadow فتشوف الفيجن تبعتهم بتشوف ايش الخطة طبعا هم بدين لسه مطلعوا خطة خطة كاملة على المشروع و لسه الدسكورد تبعهم اظن مش جاهز لسه مش جاهز فهذا حلو تعمل عليه follow notification on تكون من الاوائل اللي يلقطوا هاي الاشياء ولا خلينا فرجيكم المشروع الرابع المشروع الرابع اللي هو انيرو فيرس انيرو فيرس لكن متعوب عليه في الرسم جدا متعوب عليه يعني الرسم شوفين تفاصيل اللي في الشعر تفاصيل دقة الرسم هاي كلها اشياء الناس بتققوا عليها وقت البيع والشراف وقت الاعلان زي ما انتو شايفين طريقة الرسم هتكون الصور هللي احنا عرفنا الصور هتكون مثل هيك طبعا كل اكشين لسه جديد بتقدر تشوفوا موقعهم على الموقع تبعهم طبعا بحكولك هون لسه الموقع ما تم الاعلان عنه فلسه ما احد يعرف ايش المشروع كيف الصور برضو هدا فكرة انك تراقب المشروع صور حلوة زي ازوكي ازوكي جاب كثير جاب كثير فلوس وناس كثير انبسطوا انهم باقوا صورهم في ازوكي وحقق ارباح جدا عالية فحلو تكون من الاوائل الناس ان يتابعوا هيك مشاريع انو حط عينكم على مشاريع لسه ما صار عليها منت طبعا بتقدر تفوت الدسكورت هما دول عندهم دسكورت جاهز بتقدر تفوته وتشوفه وهلا خلينا نروح على المشروع الرابع المشروع الرابع اللي عندنا هي مشروع خفيف لطيف بوكي طبعا عنده عشرين فولوورز متابعين طبعا هالمشاريع ممكن تحقق نجاح حائل اكثر من مشاريع قبل يعني ما بتعرف الناس ممكن تعجبهم الرسم الناس حبين الرسم يعني شايفين فيه هايب على الرسم يعني جايبين 3400 يعني عندهم كميونيتي كبير في البروجيكت هات فهون ما انا ما فهمت هاي ستار دي كي واي فلسه ما اعلنوا على ولا اشي والدسكورت جاست انفايت انفايت يعني هو بس انفايت فتكون تشوفوا مين الناس اللي عاملين المشروع معهم لسه مش حطين ولا لنك ولا اشي فبتقدروا تراقبوا هيك مشاريع تحطوها بالرادار تحطوها باللستة عندكم وتعرفوا فيها كل اشي ولا خلينا نروع على مشروع الاخير اللي هو ميوتن شيبا كلب مشروع جدا رهيب يعني رهيب رهيب يعني زي ما انتو شايفين الصور يعني هذا انا بضمن لك يعني اذا اشتغلوا منيح بضمنوا انه يكون سعره جدا غالي ويحقق نجاح جدا عاية زي ما انتو شايفين كيف تتغير صور كثير حلوة ميوتن طبعا اه يعني بيحطوا اللينك ويمسحوه لازم تكون سريع تلحق اشكرت اخد وايتلست اذا بتفوت عندهم على تعمل شير عليهم تقدر تفوت الموقع تبعهم وتشوف الموقع عندهم طبعا انستجرام تويتر مغلق طبعا حيكون عشرة الاف صورة بالنفتي طبعا هون اظن بيحكوا لك الرودماب تبعتهم شو راح يعملوا بس راح يكون اشي كتير حلو بس التيم لسه مش معروف من هم كل واحد خافي شخصيته فالتيم مش معروف مين هو فمشروع بيكون فيه خطورة بس مرات ينجح المشروع يعني ينجح نجاح قوي جدا فحلو انك تحط اينك على هيك مشاريع تراقبها لان الصورة جدا حلوة يعني كثير عجبتني الصورة يعني زي ما تشوف شوف شايفين الدان كيف لهذا هتكون صور كثير حلوة مشروع متعوب عليها حيكون وهو راح يجيبوا ارباع حائلة وما تنسو شوفوا متابع تقريبا متين الف متابع وبيجيبوا سبع واشرين الف لايك الهايب عليهم كثير عالي جدا عالي واشي مخيف هذا الاشياء جدا حلو تشوف مشروع زي هيك وتاخد فيه انت هيك طلعت لك عشرة الاف اشرين الف دولار حطهم بجيبتك بالمجان لما تاخد ويتلست وهيك بتكون انتهت فقرتنا اليوم اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوا تدعموني صفحتي على اليوتيوب وعلى التويتر تعملوا شير للفيديو وتفوتوا على التليجرام وتسألوا اي سؤال بتكون مني وهيك بيكون خلصنا الفيديو نراكم في فيديو قادم